فيه ثلاث مشاهد بالنسبالي في المسلسل ده بالتحديد كنت أنا يعني معلمين فيها زيادة عن اللزوم أنا طبعا باعتباري ما ليش علاقة بالتمثيل بس أنا بحس التمثيل ده عامل زي التفاعل الكيميائي كده جوه الممثل جوه الفنان المشهد بتاع أول مرة يتعامل عرض الملوخية في المطعم أنا قاعدت عملت كده وبقول إيه اللي في زهن أستاذ محمد محمود المشهد التاني بتاع آخر عرض ملوخية لما ترفض من المطعم المشهد التالت البلكونة مع انتصار ومفترض أنه سلمة بوضيف كان هم فاكرينها هتوفت فتبعت رسالة تقول أنا لسه عايشة من تليفون خالها أظن كان حاجة زي كده عندي فهيم فوش الأستاذ محمد محمود نظر تعينه الحركة بتاعت إيده هو بيتكلم أنا في الثلاث مشاهد دول والله العظيم مش في الظهر كنت قد عمل أقول إيه أسكر وجايزة برلين ومهرجان كان والله عزي قلت إيه ده إيه ده لأنه إحنا أغلبنا بحبه أستاذ محمد محمود في المطلق ده ما فيش فيه خلاف لكن أغلبنا بيبقى مركز جدا مع الأداء بتاع أستاذ محمد محمود لما بيقدم أداء كوميدي لما بيدحك لما بيهذر لما مش عارف يوكلام من ده لكن دول تفاعل إنساني مخيف المشهد بتاع الملوخية ده أنا دخلت يعني أنا لو في الموقف ده فعلا أنا أبقى إيه ده راجل موظف تقليدي جدا بسيط قوي راجل ملوش في السكة دي خالص ولا إنه يتبهد للبهدلة دي وينزي لعمل زفة الملوخية والكلام ده ورحين مكان فعلا معروف قوي في القاهرة مطعم مشهور والشهده بيتعامل يوميا على طول فأنا دي حال تنورة في الموقف ده لو خلي بالك اللي صعب الموقف إن معايا أمي لما إيه اللي هي إنعام سلوسة الفنانة القديرة العظيمة فالراجل مكسور ومكهور وبيعمل حاجة لإنه ما فيه كل صبر اللي عيش مقفولة ومتابه فدي المكان اللي عيش اللي حيجي لما ده عيش حاجة متعليب كده آه الدنيا حاجة متعليب كده فمضطر فبيعملها من وراء قلبه زي ما بيقول ومضطر يعمل اللي هما بيطلبوه إنه هو مكسوف خجلان من الناس اللي شايفاني بيعمل الكلام ده وبرم نظر على أمي وهي قاعدة مشوفها وهي شايفاني كده وخصوصا لما الراجل بيشتمني وبيبعتلني بعد ما وقعت عليه ملوخية كسرتها وكسرت أنا قدامها آه فكنت عامله بإحساس بجد كأنه حقيقي حقيقي بجد لذلك إنه الراجل اللي كان بيها من المشهد بيقوله كان مكسوف يجتمني يعني لما بيقوله بيقول إيه دا حق دا قلتولي لأ سحق قوي لذلك قلتوله قولي إيه اللي انت عمدته دا يا حمار قلتوله انطاقة ما تخير قلتوله يا عام إحنا بالمثل انت بتقولي الشخصية الراجل مش عايف يقولها عنده حق بصراحة آه فعشان أنا نفسي أحس إن إيه الموقف صعوبته قد إيه عليها نفسيا عشان لما بص الأمي وهي شايفاني وأنا بتبهدل وهي شايف أن راجل مفروض محترم دا راجل خطات وكان موظف وكان بيقول إنه كان موظف يعني لقيمة في المجتمع وبتاعها فلما يحصلوا داوات كل دا بسبب بيهين نفسه عشان بناتوا ما يتهنوش تنعف ربيهم ويجهزهم ويعلم ويربيهم أحسن تربية ويعلمهم وا وا وا